بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ما سال دمعي للخليط المزمعي كلا ولا وجدي لتلك الأربعي كلا ولا أني تذكرت القضاء فطفقت أطفي جمره بالأدمعي كلا ولا هاجت بلابل صبوتي لحماء من فوق الأراكتي سجعي لكن أهاج صبابتي فرط الأساء لحشاشة ذابت بسم منقعي أبكي على الحسن الزكي وقد قضى من سم جعدة في حشان متقطعي قد عاش بعد أبيه وهو مكابد غصصا تشيب لها نواصل رضعي ما بين مرتاب وبين مشكك ومؤمل نحو المطامع مسرعي حتى قضى بالسوم بين أمية بحشان كظيم فيهم متفجعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعد الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحد سبطيه في هذه الأمة وحينما نتأمل الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت عنه صلى الله عليه وآله في حق أهل بيته فمن حقنا أن نتأمل لنتوقف ونتساءل هل أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينطلق من هذه الأحاديث الكثيرة التي تطفح بها أمهات مصادر الحديث عند جميع فرق المسلمين في حق أهل بيته عليهم السلام علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين هذه الأحاديث التي تذكرها أمهات المصادر عن النبي صلى الله عليه وآله في حق أهل بيته هل أنه صلى الله عليه وآله كان ينطلق انطلاقة عاطفية باعتبار أن هؤلاء أهل بيته وأقرب الناس إليه ورحمه الماسة الواقع أن الذي يجيب عن كل ذلك القرآن الكريم في الآية المباركة التي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالنبي صلى الله عليه وآله يريد أن يوضح للأمة من بعده موقع أهل بيته الذين هيئهم الله وأعدهم لقيادة هذه الأمة ولبيان الإسلام في نقائه وأصالته حتى تستمر المسيرة من بعده صلى الله عليه وآله الإمام الحسن المشتبى عليه السلام هو أول ثمرة بين لقاء النبوة والإمامة لما بشر رسول الله صلى الله عليه وآله بولادته جاء مسرعا إلى بيت فاطمة سلام الله عليها وقال ناولوني ولدي فأعطي الحسن فأذى أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وهكذا أصبحت هذه السنة يعني ما أروع العوائل المسلمة حينما تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تقيم هذه السنة على المولود الجديد الذي يدخل هذه الدنيا لكي يكون كلام الله عز وجل في الأذان والإقامة أول كلام يدخل إلى ذاكرة هذا الطفل وهكذا بقية السنة التي أكد عليها صلى الله عليه وآله ثم التفت إلى علي أمير أمني عليه السلام وقال يا علي ما سميت ولدك هذا فقال يا رسول الله ما كنت لأسبقك بتسميته فقال صلى الله عليه وآله وما كنت لأسبق ربي بتسميته وإذا بالأمين جبرئيل عليه السلام يهبط من السماء وهو يقول يا محمد إن السلام يقرئك السلام ويقول إن علي منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدك فسمي ابن علي هذا باسم ابن هارون قال حبيبي جبرئيل وما اسمه قال شبر قال ولكن لسان عربي قال سمه حسنة ولهذا يقال أن الحسنة ثم الحسين عليهم السلام كان أول من سمي بهذين الإسمين في بلاد العرب نشأ الحسن سلام الله عليه تحت ظلال جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه الزهراء فكيف يمكن أن تكون النشأة في مثل هكذا بيئة حفتها السماء بعضائها وجاءها رسول الله صلى الله عليه وآله بعطفه وحنانه وتوجيهه ولما نشأ الحسن كان يدخل إلى المسجد النبوي الشريف فيسمع الآيات القرآنية التي تنزل في ذلك اليوم فيسرع ويلقيها إلى أمه فاطمة فإذا رجع أمير أمني عليه السلام أخبرته فاطمة سلام الله عليها بما سمعته من قرآن جديد نزل في ذلك اليوم فقال أن لك هذا فقالت هو من ولدك الحسن فذات يوم اختبأ عليهم عليه السلام خلف جدار فدخل الحسن مسرعا على عادته ليلقي على أمه ما سمعه وحفظه من آيات الكتاب الكريم لكن ارتج عليه ولم يستطع الحديث فسألت أمه لم لا تتكلم ولدي قال أمه كل بياني وقل لساني لعل سيدا في البيت يرعاني فخرج عليه وسلام الله عليه واحتضنه وهو يقول ذرية بعضها من بعض فيما تذكر كتب السيرة عن كريم أخلاقه سلام الله عليه وأخلاق أخيه الحسين عليهم السلام أنهما دخل ذات يوم إلى مسجد فوجد شيخا كبيرا يتوضأ ولكن وضوءه كان عن خطأ فكيف يمكن لابني رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينبه ذلك الشيخ الكبير على خطأه في وضوءه فالتفت إليه الإمام الحسن وقال يا عمنا الشيخ كن حكما بيني وبين أخي في الوضوء قال نعم تفضل يعني أراد أن يكرماه دخل إليه بطريقة تشعره بالكرامة تشعره بالإحترام فاستقبل منهما هذا الاقتراح وجاء الحسن عليه السلام وهو إمام وتوضأ وكيف يمكن أن يكون وضوء الإمام ثم جاء بعده الحسين وتوضأ كوضوء أخيه حين ذلك أدرك ذلك الشيخ خطأ وقال والله يا عم إن وضوءكما خير من وضوء عمكما الشيخ هلما إلي وعلماني الوضوء وكان الإمام الحسن سلام الله عليه معروفا بتلك الأخلاق الكريم الرائعة وقد وهبه الله تبارك وتعالى قوة في الشخصية وكرامة في المواقف وهيبة في النفوس فكان أرباب السير يقولون كان عند الإمام الحسن عليه السلام بهاء النبوة وهيبة الملوك ربما فرش له على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق إكراما له ولشخصيته رغم كل ذلك فقد كان في قمة التواضع مر ذات يوم على مجموعة من الفقراء جالسين على الأرض يتناولون كسيرات من خبز قالوا هلم يا ابن رسول الله وتغدى معنا قال نعم إن الله لا يحب المتكبرين جلس معهم تناول شيئا من تلك الكسيرات ثم دعاهم إلى بيته أطعمهم وكساهم وأعطاهم من المال ما أغناهم فخرجوا موفورين وكانت هيبة الإمام الحسن سلام الله عليه وحسن سمته وبهاؤه تدخل إلى قلوب الآخرين بدون استئذان ولهذا يدخل ذات يوم شيخ من أهل الشام وقد عاش أهل الشام في تلك الأيام تربية خاصة وإلا جميع المسلمين لا شك ولا ريب يحبون أهل البيت عليه وسلام لكن قد تكون هناك بعض الحالات الاستثنائية وأن المسلم بطبيعته محب لأهل البيت سلام الله عليه ولهذا يقول الإمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فارض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له فرأه ذلك الشيخ الشامي فأعجب بالإمام الحسن فسأل عنه من هذا الرجل البهي قالوا هذا الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال هذا ابن أبي تراب رجع إلى يعني المكونات الخاطئة عنه وإذا به ينهال على الإمام الحسن عليه السلام سبا وشتما والإمام الحسن يبتسم فلما انتهى ذلك الشيخ من شتمه وسبه التفت إليه قال يا شيخ أراك غريبا وربما شبهت إن كنت جائعا أطعمناك وإن كنت خائفا أمناك وإن كنت طريدا آويناك وإن كنت بحاجة إلينا هلما إلينا مل برحلك إلينا فإن عندنا دارا واسعة ومالا كثيرا وجاها عريضا لا تخرج إلا بقضاء حوائجك شاه الفرق الكبير بين أسلوبه في الشتم والسب وأسلوب الإمام الحسن سلام الله عليه قال ابن رسول الله أنا مسلم لكن أنا يعجبني أن أجدد إسلامي على يديك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جوانب شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه حسن خلقه وذلك التعامل المرهف عنده جاءت ذات يوم إحدى جواريه حيته بطاقة ريحان باقة من الورد فقال فقال لها أنت حرة لوجه الله فقاله بعضهم يا ابن رسول الله أتحييك هذه الأمة بباقة من ورد بطاقة ريحان فتهبها حريتها قال هكذا أدبنا القرآن الكريم قال وكيف قال ألم تقرأوا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وأحسن منها عتقها هكذا هي أخلاق الإمام الحسن جانب آخر من أخلاقه وجوانب شخصيته الشجاعة التي كان يتميز بها الإمام سلام الله عليه حتى لما اندفع في القتال في واقعة الجمل قال عليه سلام الله عليه كلمة اعتبرها الشريف الرضي على الله مقامه من أبلغ كلمات ينهج بلاغ قال املكوا عني هذا الغلام لأني أنفس بهذين الحسن حسين على الموت لألا ينقطع بقتلهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة اندفاعه ولهذا بعض من كتب في تأريخ المسلمين في تلك المرحلة بعد استشهاد أمير وعليه السلام أمير وعليه طالب وما جرى على إمام الحسن عليه السلام بعد ذلك بعض من كتب في تلك الأيام وما جرى في تلك الأحداث حاول أن يعني يظلم الإمام الحسن سلام عليه حينما جاء ليصوره وهذا تصور مع الأسف إلى الآن موجود عند بعض القتاب يصورون الإمام الحسن سلام الله عليه بأنه رجل ضيافة ورجل خوان ورجل يحب إكرام الآخرين لكنه ليس برجل حرب ولا برجل سياسة ولا برجل حكم ولا برجل قتال وهذا إجحاف في حق الإمام الحسن سلام الله عليه نعم كانت الظروف التي أحاطت بالإمام الحسن معيد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام لا تهيئ له إمكانية الاستمرار في مواجهة خصمه آنذاك ولهذا لما نعود إلى الحديث الذي بدأنا به كلامنا ومجلسنا قول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قام أو قعد لعله يشير صلى الله عليه وآله في القعود إلى صلح الإمام الحسن والقيام إلى نهضة الإمام الحسين ولهذا أيضا ينقل عن العلامة السيد عبد حسين شرف الدين أعله مقامه أنه قال لو أن إمامة الحسين كانت سابقة على إمامة الحسن لصالح الحسين معاوية ولقاتل الحسن يزيد فالمسألة لا تعود إلى طبيعة شخصية الإمام الحسن أو معطياته الذاتية وكذلك إلى طبيعة الحسين أو معطياته الذاتية سلام الله عليهما بل الظروف التي أحطت بكل الإمامين ينقل أيضا عن شهد الإسلام السيد محمد باقر الصدر أنه قال في بعض كتبه أن الأمة في زمن الإمام الحسن عليه السلام كانت مصابة بمرض الشك كانت لا تميز بينه وبين خصومه وهذه الحالة لا تشجع الإمام الحسن على استمرارية القتال حتى الوصول إلى الشهادة لأنه إن بقي مصرا على قتال خصمه حتى شهادته مع الثلة المخلصة من أصحابه وأهل بيته فإن تلك الدماء لن تترك أثرا في الأمة لأن الحسن سلام الله عليه والحسين مع ذلك وبقية أمة أهل بيت عليه السلام هدفهم إيقاف هذه الأمة وإرجاع الأمة إلى دينها وكي تقوم بأحكام الله وتطبق آيات قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فإذا ذهبت تلك الدماء هدرا ولم تستطع تلك الدماء أن تغير من مواقف الأمة هنا لابد الإمام الحسن سلام الله عليه أن ينتظر حتى تأتي الظروف فتكون لتلك الدماء الآثار الطيبة الكريمة كما كان بعد ذلك في واقعة عاشراء حيث شوفيت الأمة من مرض الشك لأن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه حينما جاء ووضع تلك البنوت من خلال تلك البنوت انكشف ما كان خصمه عليه من مواقف وكانت إحدى النساء ترثي أبناءها في تلك الأيام تقول يا عين بكي بدمع سرب على فتية من خيار العرب وما ظرهم غير حين النفوس أي أميري قريش غلب ولهذا اضطر الإمام الحسن السلام الله عليه إلى أن يصالح يعطي فرصة للأمة أن تستعيد أنفاسها وتتبين موقعها ولكي تتهيأ لما جاء بعد ذلك من أيام الحسين عليه السلام وبقي تلك المدة أطول فترة إمامته قضيها في المدينة المنورة وهو يسمع شتم أبيه أمير مؤمنين والظلامات هنا وهناك ولهذا كان يتحمل تلك الأذى وألوان المصائب والشدائد إلى أن جاءت هذه الأيام أيام شهادته حينما أغرى خصمه زوجته جعدة بنت الأشعث بأن تدس السم للإمام الحسن السلام الله عليه وقامت تلك اللعينة بهذا الدور وتسرب السم إلى بدن الإمام الحسن سلام الله عليه فسمع بذلك أخوه الحسين فجاء مسرعا إلى بيت أخيه الحسن وراءه بتلك الحالة قال أخي أبا محمد من صنع هذا بك قال أبا عبد الله أني أعلم من صنع هذا بي لكن الله الله أن تريق في أمري ملأ محجمة دمى بك الحسين عليه السلام قال أتبكي أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يوم يزدلف عليك ثلاثون ألف إلى أن دنت منه ساعة المنية وقام الحسين عليه السلام بتجهيز أخيه الحسن وشيعت جنازته إلى أن جيء بها إلى البقيع ودفن إلى جنب قبر جدته فاطمة بنت أسد ووارى الحسين عليه السلام أخاه الحسن في ملحودة قبره فهاج به الحزن وانثال يرثيه بتلك الأبيات أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وانت سليب غريب وأكناف البيوت تحوطه ألا كل من تحت الترايب غريب بكاء طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزايا قريب وليس حريبا من أصيب بماله أي ولكن من وراء أخاه حريب أقول سيدي أبا عبد الله عظم الله لك الآجر لكن مع ذلك هذا أخ استطعت أن تواري جسده إذن ما يكون قولك أبا عبد الله يوم عاشور لما وقفت على أخ آخر لم تستطع حتى أن تواري جسده بل تركته مطروحا على شاطئ الفرات بكربلة عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللي وأعطي نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك فرج عنا ارحمنا عافنا واعف عنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا أيض علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر